هناك إنجيل اللي يسمى بإنجيل برنابة هذا الإنجيل الكثير يقولون أنه يتكلم هذا الإنجيل عن المسيح يعني صلب المسيح فحبين نسمع ما هو رأيك أخي نادي في هذه المقولة وهذا السؤال شكرا يا أخت رواء الكتاب المسمى إنجيل برنابة هو إنجيل مزيف لكن كتير من أحبائنا المسلمين بيحبوا أنه هو يقولوا لا ده إنجيل مزبوط بالرغم من أن الأدلة الداخلية والخارجية تبين أنه هو إنجيل مزيف وذلك لأنه قال بأن المسيح بأن رسول الإسلام محمد هو المسيح وإنكاره لصلب المسيح وإنكاره لبنوة المسيح وإنكاره للحقائق المسيحية الأساسية فيحاولوا يقولوا بالرغم من أنه هو فيه أشياء تضاد القرآن وهاجي ليها بعد كده تكلم عنها الأستاذ عباس العقاد وقال أنه مفيش مسلم يقبله إذا كان هذا المسلم يعرف دينه لأنه هذا الإنجيل فيه أشياء مضادة للإسلام لكن الأدلة الداخلية في هذا الإنجيل المزيف تبين أن الكاتب لم يكن مسيحياً بل يهودياً عاش في القرن الخامس عشر الميلادي في أسبانيا اللي هي كانت الأندلس وكانت لي الفرصة المناسبة للاتصال بعلماء المسلمين في الأندلس تحت حكم العرب فاعتنق الإسلام على أيديهم يعني أتى من اليهودية إلى الإسلام درس اللغة العربية والقرآن والأحاديث النبوية والعلوم الصوفية والفلسفة الإسلامية وبذلك عمل لنفسه إنجيل جديد وعلشان تكون لهذا الإنجيل أهمية خاصة نسبه إلى برنابة أحد رفقاء الرسول بوليس وبعد كده لفق حكاية إن الإنجيل ده لقوه في مكتبة بابا الفاتيكان وإنه سرقوا من المكتبة بينما كان البابا نعسان غفوان يعني فهو إنجيل ما ظهرش ما تعرفش أولاً غير في القرن السامن عشر وكل ما عرف عنه نسخة وحيدة باللغة الإيطالية ونسخة مترجمة عن هذه النسخة بالأسبانية ومعروف إن ما فيش أي إنجيل في المسيحية كان مكتوب في العصور الأولى إلا باللغة اليونانية والنسخة اللي كانت موجودة اللي عسر عليها دهية الأدلة من نوع الحبر المستخدم والحروف وجدوا إنها ترجع للقرن السادس عشر يعني هو ما تعرفش غير في القرن السامن عشر لكن النسخة دهية لما فحصوها وجدوا إنها ترجع للقرن السادس عشر مجرد استخدام اللغة الإيطالية تدل على إنه مكتوب بعد القرن الرابع عشر لأن قبل ذلك كانت لغة الكتابة اللغة اللاتينية في ذلك الحين وأول إنسان شز عن ذلك هو دانتي في الكوميديا الإلهية وكتاب إنجيل برنابة فيه اختباسات من كتاب دانتي في وصف الجحيم الكتاب ده وأدخل خلصة إلى العالم وهو مزيف زي كتير من الكتب المزيفة لتشويه الحقائق المسيحية ونشر أراء مضادة لها وده هو موجود في كل الشيعة وفي كل الأديان اللي بيعملوا كده فمثلا هناك فيه صور متنازع عليها بين الشيعة والسنة وهناك أحاديث نبوية لدى المسلمين يقول علماء الدين إنها ليست أصلية بل دخيلة فضلا عن ذلك فقد ادعى النبوة في أول الأمر مسيلمة الكذاب وكما حاول الفضل بن رعبيع إنه يكتب قرآن غير القرآن اللي يؤمن بين مسلمين فصاروا جميعا عليه ثانياً ما فيش سند من التاريخ أو الأثار لهذا الإنجيل المزيف لا يوجد ما يشير إليه في أي تاريخ مدني أو كنسي أو إسلامي قبل القرن السادس عشر أو في فهارس لغة الكتب الأديمة اللي كان بيكتبها العلماء فنسخ الكتاب المقدس الأثارية والكتب الدينية القديمة والجداول اللي عملت في القرون الأولى لحصر أصفار الكتاب المقدس تدل على إنه ما كانش موجود ثانياً فلو كان الإنجيل ده موجود قبل القرن الرابع عشر يعني مثلاً ما بين القرن التاسع والقرن الرابع عشر كانوا قدامى المسلمين المفسرين المسلمين اللي ظهروا في هذه الفترة زي الطبري والبيضاوي وابن كثير كانوا ذكروها في مجادلتهم مع المسيحيين وكانوا اعتبروا سنداً ليهم لما يحتوي عليه من معلومات كي يستطيعوا أنهم يستخدموها في تثبيت أني في إشارة لرسول الإسلام وبعدين نفس المسلمين العلماء المسلمين يعرضون أن هذا الإنجيل حقيقي ففي الموسوعة العربية الميسرة اللي أشرف على تحريرها الأستاذ الدكتور محمد شفيق غربال رئيس قسم التاريخ بكلية الأداء بجمعة القاهرة كتب تحت هذه الموسوعة تحت اسم برنابة إنجيل مزيف وطبعاً هو مسلم اللي كاتب كده إنجيل مزيف وضع في القرن الخامس عشر وفيه أخطاء جغرافية وتاريخية كثيرة منها أنه نسب إلى محمد أنه المسيح في حين أن القرآن يناقض ذلك يعني هو قال عن محمد إن المسيح في حين أن القرآن يناقض ذلك وكمان يصرح على لسان المسيح إنه هو مش المسيح وإنما جاء مبشراً بمحمد الذي سيكون المسيح فده كله يثبت زي في هذا الإنجيل كمان في تاريخ الكنيسة قام كثيرون من أصحاب البدع ضد لهوت المسيح ملهم من الأريسيين وشهود يهوى وغيرهم ممن ينكروا لهوت المسيح كما عنكروا هذا الإنجيل المزيف لكن لم يعتمدوا عليه مما يدل على أنه لم يكن موجوداً في ذلك الزمان كمان الأستاذ العقاد ناقص عباس محمود العقاد ناقد هذا الإنجيل فرب الرغم من أنه شهد للأناجيل الحقيقية الأربعة في كتاب عبقرية المسيح صفحة 26 وقال عنها إن الأناجيل أو بالحري أناجيل المسيحيين هي العمدة الوحيدة يعني الاعتماد الوحيد التي اعتمد عليها قوم هم أقرب الناس إلى عصر المسيح وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفين عام عمدة أحق منها بالاعتماد فشهد للإنجيل بصحته والإنجيل الحقيقي الأناجيل الحقيقية الأربعة بصحتها أما بالنسبة لهذا الإنجيل المزيف فقد قتب الأستاذ العقاد في صحيفة الأخبار الصادرة في 26 أكتوبر سنة 1959 موضوعاً عن إنجيل برنابة به أربع نقط رئيسية فقال لوحظ في كثير من عبارات هذا الإنجيل المزيف المذكور أنها كتبت بصيغة لم تكن معروفة قبل شيوع اللغة العربية في الأندلس وما جاورها ثانياً وصف الجحيم في إنجيل برنابة يستند إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة بين اليهود والمسيحيين في عصر الميلاد ثالثاً بعد العبارات الواردة به تسربت إلى القارة الأوروبية من المصادر العربية وليس من المألوف أن يكون السيد المسيح قد أعلن البشارة أمام الألوف باسم محمد رسول الله باين التزوير في هذا صحيحاً جداً رابعاً تتكرر في هذا الإنجيل بعض الأخطاء ده العقاد اللي بيقول كده بعض أخطاء تتكرر في هذا الإنجيل بعض أخطاء لا يجهلها اليهود المبتلع على كتب قومهم ولا يرددها المسيح المؤمن بالأناجيل المعتمدة ولا يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابة من المناقضة بينه وبين نصوص القرآن وهناك أدل على تناق هذا الكاتب للإسلام وأنه لما يقول المسيح ليس أهلاً أنه هو يحل حزاء محمد لكن بالرجوع لأن المسيح قال كده بالرجوع للكتاب المؤدس نلاقي أن يحن المعمدان هو قال هذه العبارة عن نفسه أنه هو مش مستحق أنه هي يحل سيور حزاء المسيح وذكر أيضاً أن المحمد هو المسيح المنتظر هذا ضد الإسلام فقد جاء فيه فالإسلام ما بيقولش كده وجاء فيه أن المسيح قال لكهنة اليهود وقال السامري عن نفسه أنه ليس المسيح لكن المسيح هو محمد اللي يأتي بعده الإسلام ما بيقولش كده وفيه أخطاء على أن مثلاً يبيل يحتفل بيه كان يحتفل بيه كل مئة سنة مع أنه كل خمسين سنة وفيه كمان أن رسول الإسلام هيخاف لأن الله إظهار لجلاله هيخلي رسول الإسلام محمد سوف يجرده من الزاكرة بتاعته عشان يظهر الله جلاله وقدرته فهل الإسلام يوافق على هذا الكلام؟ ويقول أن داود النبي دعى محمد رب هل الإسلام يوافق على أن محمد يدعى رباً يذكر أن الرطل كان يستعمل في المكايل فقالت أن تكفين المسيح أخذ منها الحنوط مئة رطل في حين أن الأتراك هم اللي أدخلوا الرطل كوسيلة للوزن وبعدين مليء بالشتائم من فم المسيح ويصور المسيح أعصابه تعبانة ويقول في مبلغات أن الملك مخايل هيضرب الشيطان مئة ألف ضربة كل ضربة توازي عشر أضعاف الجحيم يعني كلام فاضي كلام فاضي مليان كلام وإن رئيس الكهنة سجد عند قدمي المسيح مع أنه كان يبغض للمسيح كل البغض وأشار بقتله وقال أن يحن أحد تلاميذ المسيح كان صديق للملك يرودس وتناول التعام معاه شوفوا الحلقة بس أنا ما عنديش الوقت اللي أقدر أتكلم فيه لكن دي عايزة حلقات نقدر نفنت فيها أخي المسلم لا تنخدع لا تنخدع بالضلالات وبالكلام الفاضي اللي يحولك اقرى الكتاب المؤدس ويقرى الأنجيلة الحقيقية ويقرى الكتاب المقدس يشهد عن نفسه لحياتك الأبدية أمي ترجمة نانسي قنقر